أنا معي اللواء سروة سويلم عضو ربطة الأندية المحترفة ورئيس الاتحادة من بسر الكرة القدم الأصبق يا سيادة اللواء أهلا وسهلا بحضرتك حبيبي فامير أخبار حضرتك يا فاندم كله طيب؟ كله سنوحك طيب وحضرتك طيب ما تشوف معدوة اللي مش معدوة القصة ماشي ازاي؟ لا يعني احنا ما عدناش قصة والموضوع الجدوى المعلم به نادي الزمالك من شهر فبراير وماطش يوم خانسة وعشرين ستة بعيدا عن الحديث اللي حصله واننا قلت ما قلته وانا طبعا يعني بقول لك اوفر نمجك بكون لكل احترام لمادي الزمالك طبعا مجلس الزمالك المحترم لكن القصة كلها اننا لما بتكلم ما كانش ينفع ان احنا نيجي قبل ماطش مهم زي كده ونقول فين المؤجلات ونلعب المؤجلات المؤجلات دي معلن بيها بجدوى الرسمي من إدارة المسابقات في سبع مؤجلات الاهلي وسبع مؤجلات للزمالك ويزيد الاهلي مؤجلين كمان عشان بتوطل عالم الاندية يبقى فيه تسع مؤجلات الاهلي وسبع للزمالك جدول رسمي معلن وتعلم بيه الاهلي وتعلم بيه نادي الزمالك والكلام ده كله معروف لما تيجي النهاردة قبل مطش مهم زي كده ويقولك لا انا مش هلعب لما تلعبني الدور الاولاني كله طب يعني انا لما هاجي اللعب الاهلي مؤجلاته والزمالك مؤجلاته في الدور الاولاني بقية الاندية دي تقعد تتفرج يعني عضم شهر ونص حد ما المنشط دي تخلص طب فين الدور اللي تلعب كده هيقولك طب فين المسابقة اللي بشك الدور المصري هقولك برضو اعمل لي جدول انت كاعلامي الكابتن امير هشام اعلامي اعمل لي جدول للدور المصري اللي ده تتعمل جدول من اول اسبوع الاخر اسبوع يتمشي عليه هنوفع لك القبعة لانك انت بتفاجأ عشان فيه مفاجأة وانت ناشي ومفاجأت ليه علاقة بطولات فاكرة تتعامل وبطولات عالمية بتخش فيها وبطولات عالمية فالقصة كلها يعني القماشة اللي موجودة مع لجنة المسابقة هي المتوفرة انه هو اعمل الجدول بالشكل ده لا مجاملة للاهلي ولا مجاملة للزمالك ولا مجاملة اي نادي من التونتاشر تيجي النهاردة بقى خمسة وعشرين ستة في مطش الألو الزمالك معلم به من شهرين نيجي نقول لا احنا عايزين نأجل لقى الموضوع بالنسبة للربطة واعتقد ان ده قرار ربطة كله يعني وقد يكون هناك فيه يعني حوارات ما بين دكتور احمد دياب رئيس الربطة ونادي الزمالك لكن الامر في الربطة في قرار ان ما تفق عليه من لجنة المسابقات واختر به نادي الاهل والزمالك المطش ومال 3 بقائم المطش في معاده في معاده طب اللي ما يجيش المطش في لايحة المد 51 من لايحة المسابقات بتقول 2-0 الفريق ضد المنسحد و300 أخرى في نهاية الدوري يبقى فيه ستة نقاط كده للفريق المنسحد لا ستة نقاط دي ده في حال ده طوام هو كده كده مش هيشارك في المطش فكده ما خدش ولا نقطة بالاضافة لتلات نقاط مع نهاية الموسم بسبع عدم مشاركته في المباراة صح كده ويتم ترتيب الجدول وفقا للنقط الجديدة للموقف النقط حصوله على النقط طيب الكلام ده كنت نعمله مش معمول للزمالك ولا للآله دي لايحة دي لايحة لايحة ومخصر بها الـ 18 نادي طب هم عاوزين ايه بقى او مش هم يعني الزمالك او كل اللي في الواقع عاوزين محدش يتكلم طب انتو محدش يتكلم يقولك ما احنا بنسأل محدش يرد علينا طب تيجي ترد عليهم يقولك لا الكلامك مش عاجبنا طب نعمل ايه يعني انتو محتاجين حد ما يتكلمش احنا بنكلمه بنقولقول المبررات ان الماضش لازم نتلعبهم 25 ست بنقولك مبررات التأجيلات ايه زي ما تأجل الاهل تأجل للزمالك طب ايه المشكلة في كده طيب يعني مش عارف الوضع بصراحة غريب لكن المؤكد ان المباراة يوم الثلاث في حالة عدم وصول نادي الزمالك الملعب المباراة فالمباراة هتحسب للنادي الاهلي بالاضافة لثلاث نقاط اخرى يتم خصمهم من نادي الزمالك معناهات الموسم طب لو نادي الزمالك تبقى اللي عرفناه من ضمن طلباته وقالنا مش هلعب كمان مباراة السيراميكا وفاركو والاسماعيلي اللي هي المباراة المؤجلة من دوري تأجل ومباراة الدوري تاني حد ما المنافسين بتولي يلعبوا الدور الأول لو ملعبش الماضشات دور كمان حيبالوضع ايه فان انا اقول لك على رأي الشخصي مش رأي كرابطة قندية ما انا عايز رأي حضرتك الشخصي ورأي رابطة قندية كمسؤول بقى رأي الشخصي رأي الشخصي ان المسؤولين نادي الزمالك ومجلس إدارته اعتقد ان هما ناهم خبرات كبيرة إدارية وده كيان نادي الزمالك ما اعتقدش انه ممكن ده يحصل لانك انت يعني الموضوع مش موضوع انك انت بنلعب بحديث انا ما اعتقدش ان اللي اتقال ده طالع من نادي الزمالك او من مجلسة نادي الزمالك عشان كده نقول لحضرتك واحنا بينا يومين اه المطشة هتلعب يوم الثلاث وما اعتقدش نادي الزمالك ممكن يسبب مشكلة والمشكلة دي ممكن يعني بس يا استاد اللي هو تبقى للتأكيدات اللي جات لنا قبل الحلقة ان خلال الجلسة اللي عقدت من حوالي ساعة قبل دلوقتي مع الاستاذ احمد دياب الزمالك اكد من خلال الكابتن حسيل لبيب ان الفريق مش هيلعب مطش الاهلي وكمان مش هيلعب مطشات اخرى من الدور التاني رغم ان هو لعن بعض المباريات على فكرة في الدور التاني على فكرة كل حضرتك برضو اذا حصل لحدك بتتكلم في ده مش هبقى قدامك الى تنفيذ الليحة اه طب هنا سؤال مهمة اول لان نكلم بال حضرتك واكيد حضرتك عارف ان الليحة بتنص على ان الزمالك لو انسحب من عدد من المباريات طبقا اللي هو مستقر عليه لحد اللحظة دي فمن المفترض احنا نعرض الليحة كمان شوية ان الفريق المنسحد ينزل لدرجات ادنى هل ده ممكن يطبق على النادي زمالك ما اعتقدش ما انت ما تعتقدش لان انت النادي زمالك كيان كبير المفترض ان ما يوصلش المرحلة انه ممكن ينزل درجة تالتة ولا تانية ولا ليدة حضرتك بتكلم فيه لكن انا عشان كده بقول لحدك لا المسؤولين عارفين كويس قوي ان ان ما فيش حد بيهرج يعني دي ليحة وفي دوري واحنا بنتكلم في جمهورية جديدة وبنتكلم في شكل الاتحاد الكورة يختلف او يتفق عليه ناس شكل الرابطة يتفق او يختلف عليه ناس بقول لا يعني الكلام ده معمول ومتفق عليه ومعلم به كل الاندية فما اعتقدش انه ممكن اي حد مسؤول وراجل دولة يعرض ندي لحاجة زي كده معين ايه ده حصل قبل كده بالندي الزمانك برضو مع المجلس السابق لا انا كنت موجود لا بعد اذاك هو في مطش المقالصة اتحسبت اتنون صف واتخصم ست نقاط ومطش الاهل ما انا بقول لحداتك يعني احنا ما انا بقول لحداتك اعتقد ان المرحلة انت حادك تقول لي ممكن ان سحبوا اكتر من مطش فانا بقول لك ده 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 عارف عارف ان هيبه فيه مسؤولية واللايحة بتقول ينزل للدرجة الرابعة وده طبعا الليحة هتتطبق فانت بالتالي مش هتعرض نديك ومش اي نادي كمان يعني نادي بلكان نادي الزمالك طبعا اشتركوا في القناة